ساعات وتغص هذه الساحات في طرابلس كما هو متوقع بمناصري قوى 14 أذار وتحديدا مناصري تيار المستقبل في احتفال سيحمل عدة رسائل إلى الداخل والخارج وعليه رفعت التحضيرات واليافطات في المدينة والساحات باتت جاهزة لاستقبال مناصريها كل تحضيراتنا صار جاهزة المكان الداخلي صار جاهز الكراسيات الناس موجودة بمرات الناس موجودة سيكون لدينا شاشات عملاقة بالداخل والشاشات عملاقة بالخارج سيكون لدينا تقريبا بحدود الألف مرشدة ومرشدة يدلون الناس كيف يفوقوا وكيف يطلعوا كل الأمور السلامة والراحة التي سنجرب نأمنها قدمهم بالنسبة لكم بكرة المهرجة؟ أنا لا لدي شك أنه هي نقطة مفصلية بكرة الناس ناطر كلمة الشيخ سعاد الناس ناطر كلمات 14 أذار الناس بدأ تعرف وين نحن رايحين مناسبة الاحتفال هي عيد الاستقلال لكن الاستقلال هذا العام سيحمل أكثر من معنى كونه الأول بعد الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري هكذا يقول النائب سمير الجسر أول شغل اللي عم يطلع هذه الإشعاعات بأنه والله انخفاض شعبية الرئيس سعد الحريري يعتقد هن الأشخاص اللي عملوا الصندجات واللي عرفوا بنتجتها بأنه لا أحد يوازي شعبية سعد الحريري في طرابلس اختيار المدينة طرابلس بالذات هل بشكل رسالة سياسية إلى رئيس نجيب ميقاتي؟ بشكل رسالة سياسية إلى لبنان كله مش مثل الرئيس مياتي يعني احنا مش إنه والله يبس إنه الرئيس مياتي هو اللي مسادف فيها بس أنا اللي بدي أقول إنه يعني أنه منع كتيري على طرابلس يعني أنه يكون المهرجين فيها فهي يعني أولا طرابلس لها اليد الطولة إن كان في الاستقلال الأول ولا في الاستقلال الثاني مهرجان الأحد سيكون بمثابة استفتاء شعبي جديد للرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ولخيارات 14 آذار وسيشكل محطة مفصلية لأن ما قبل المهرجان لن يكون حتما كما بعده من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس برنا نعم شديد أم تي في